حال مشكلة التحديث على تطبيقك الخاص تيك توك اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال تختارها الطابط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا ثم بعد ذلك يكفي فقط أن تقوم بالنزول للأسفل ثم نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة ثم سوف نقوم بالنزول للبحث عن تطبيق التيك توك ثم نضغط على تيك توك ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزول نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين هنا ثم بعدها نضغط على مسحى البيانات ثم نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك يكفي فقط أن تقوم بالذهب لمتشر جوجل لكي تقوم بتحديث التطبيق ليتم تحديث التطبيق وحد المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو